كنت أعمل في مجال تقصية الهوادف من مال الخاص وأموال آخرين كنت أحاسبهم كل عام لكن للأسف تعرضت لعملية مصر في المتحدثة سيدة أرملا والناس الآن تطالب بفلوسة وأنا مضيت إيصالات لهم وليس لي سبيل سواء نأخذ قرض بضمان معاشي قرض ربعه من البنك لأني أرملا وخيف من عقاب المولى عز وجل هل أنا في ضرورة تسوغ لي الاقتراض الرموي أم يصيبني عذاب الله عز وجل خلينا نتسلم أولا هل أنت تضمني هذا المال ولا لا يد المضارب على المال اللي بيشغل للناس فلوسة يد أمانة مؤتما على هذا المال والأمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي فإذا أثبتت أنك لم تفرطي ولم تتعدي فلا ضمان عليك أتكلم عن الحكم الشرعي المجرد يعني قبله الطرف الآخر أو رفضه حسابه على الله عز وجل أنا الآن أجيبك عن الحكم الشرعي المجرد البحث المقصود بيد الأمانة حيازة الماء نيابة لا تملكا ولما دوك الفلوس لم يملدكوك إياها حيازة المال نيابة لا تملكا بإذن من رب المال تيد المودع والمستعير والمستأجر والشرية والمضارب ونظر الوقف والوصي ونحوه طيب وقد جاء في قرار المجمع لا يجوز للبنك المضارب أن يضمن الهلاك الكل أو الجزء في حسابات الاستثمار إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف الشروط وفق ما تقضيه القواعد العامة للشريعة من حالات التعدي عدم التزام البنك بالضوابة الشرعية التي تنص عليها العقود والاتفاقيات الخاصة بفتح الحسابات بأنواعها المختلفة مخالفة الأنظمة والقوانين والأعراف المصرفية والتجارية الصادرة من الهيئات الإشرافية المسؤولة عن تنظيم شؤون العمل المصرفي ما لم تكن متعرضة مع أحكام الشريعة الإسلامية أيضا عدم إجراء دراسات الجدوى التمويلية الكافية للمتعاملية اختيار الصيغ والأليات غير المناسبة للعمليات بالمناسبة العباس كان يدفع ما له مضاربة واشترط على العامل أن لا يركب بالمال بحرا وأن لا يشتري به ذات كبد رطبة لا تركب به بحرا البحر عرض للهلاك والغرق لا تشتري ذات كبد يعني لا تتاجر في الحيوانات البلد حر شديد وقد يؤدي هذا إلى موت الحيوانات استثمرت فيها فعشان يأمن ماله لا تتاجر في لا تتاجر في الحيوانات ولا تركب بالمال بحرا فين فعلت فأنت ضامن عدم أخذ الضمانات الكافية وفق ما تقتضيه الأعراف المعمول بها حتة مهمة جدوا هنا قال ينتقل عبء الإثبات في دعوى الخسارة إلى البنك خلافا للأصل البنك جاء وقال أنا خسرت يقول له اسبت اسبت أنك لم تقصر ولم تفرد عبء لإثبات يقع عليك بشرط ودود قراء تخالف أصل دعواه بعدم التعدي هو بيقول أنا لا تعديت ولا فرد إذا ودت قراء تقول بخلاف هذا نقول له معلش اثبت لنا أنك لم تفرد وأنك لم تتعدى حتى نرفع عنك المسئولية عما أصاب المال من تلف ومن خسارة إلى آخر ما جاء في قرار المجمع اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب